السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس اليوم إن شاء الله أحبابي أتكلم فيه عن درس بلاغي وهو أنواع الأساليب في اللغة العربية كما تعلمون أن هناك أسلوبين في الأساليب البلاغية في اللغة العربية الأسلوب الأول يقال عنه الأسلوب الخبري والأسلوب الثاني هو الأسلوب الإنشائي فما الفرق بينهما؟ الأسلوب الخبري هو ما يحتمل الصدق والكذب خبر فهو يحتمل الصدق والكذب أما الأسلوب الإنشائي فهو ما لا يحتمل الصدق والكذب لأنه عبارة عن أسلوب نداء أو استفهام أو أمر فهو لا يحتمل الصدق أو الكذب ندخل أولاً ندرس الأسلوب الإنشائية قلنا الأسلوب الإنشائي هو ما لا يحتمل الصدق والكذب وله أنواع كثيرة مثل الأمر والنهية والاستفهام والتمني والأمر قلنا بعض هذه الأسليب الإنشائية نبدأ أولا مع أول أسلوب من الأسليب الإنشائية التي لا تحتمل الصدق والكذب هو أسلوب الأمر ما معنى أسلوب الأمر في البلاغة هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام أطلب منك أن تفعل شيء وهذا الطلب يكون من جهة أعلى منك كوالدك أو آخيك الأكبر أو مدرسك أو رئيسك في العمل وهو أعظم أعظم قد يكون من الله سبحانه وتعالى على وجه يجب أن تفعل هذا الأمر كيف صورته أو ما هي صيغ الأمر أو صور الأمر يعني كيف نرى أسلوب الأمر أولا يكون فعل أمر نأمر بفعل الأمر مثل اصبر على الشدائد أو قول الله تعالى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنقر فهذا صيغة أمر ممكن يكون الأمر أيضا بمقترن بلام الأمر فعل مضارع ولكن يأتي في أوله لام الأمر نقول مثلا لتصبرن على الشدائد لللام هنا متصل بفعل المضارع وهو دانوع من أنواع أسليب الأمر لتصبرن على الشدائد أو قد يكون اسم الفعل هناك أسماء أفعال للأمر مثل حي بمعنى أقبل وعليك بمعنى إلزم اسم فعل الأمر هنا عليك عليك الصبر فهنا أسلوب أمر جاء عن طريق اسم فعل الأمر وقد يكون أيضا المصدر النائب عن فعل الأمر هناك مصدر ينوب عن فعل الأمر مثال صبرا على الشدائد فتقدير الكلام اسبر على الشدائد ولكن هنا أتينا بالفعل الأمر على صورة المصدر فكنا صبرا اسبر صبرا على الشدائد هذه هي صور اسم الأمر طيب ما هي الأغراض البلاغية في الأمر لكل أمر له غرض ما الغرض أو الهدف البلاغي للأمر فأول شيء نقول الدعاء 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 يعني اسلوب أمر غرض منه الدعاء يقول الله سبحانه وتعالى ربي اغفر لي ولي والدي عندي هنا اسلوب الأمر اغفر هذا لا نأمر الله سبحانه وتعالى ولكن الغرض من هذا الأمر هو الدعاء ندعو الله سبحانه وتعالى ربي اغفر لي ولي والدي أو ربي أوزعني أن أشكر نعمتك فهنا أوزعني اسلوب أمر غرض منه الدعاء أيداً قد يكون غرض الأمر الالتماس تلتمس شيء تريد شيء فيقول الشاعر يا صاحبي تقصي نظريكما ترى يا وجوه الأرض كيف تصوره هنا عندي كلمة تقصية هو فعل أمر بيأمر صاحبي وغرض الأمر هنا الالتماس يلتمس منهم يطلب منهم أن يتقصوا بوينظروا نظر جيدا أيضاً من أسأل غرض البلاغ من الأمر قد يكون التمني تتمنى شيء يستحيل أن يحدث قول الشاعر والأرقيس ألا أيها الليل الطويل ألا إنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي فهو كلمة هنا الأمر هنا إنجلي وهو يأمر الليل يتمنى يعني يأمر الليل وهذا تمني يستحيل أن يحدث أن ينجلي يعني يزول فهذا طبعاً الأمر هنا إنجلي غرض منه التمني قد يكون الأمر أيضاً التعجيز والتعجيز يقول من الله سبحانه وتعالى هنا كما في الآيات يقول الله سبحانه وتعالى وهو يعني يعجز الكافرين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهدات يبقى كلمتنا الأمر فيه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة هنا فعل أمر ولكن الغرض منه التعجيز هل تستطيعون أن تأتوا بصورة مثل هذا القرآن فهذا الأمر للتعجيز أيضاً قد يكون الغرض البلاغي من الأمر النصح والإرشاد تنصح تأمر واحد لتنصحه نقول هنا يقول الشاعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه هنا كلمة أحسن افعل الخير إلى الناس وتسيطر على قلوبهم فهنا تأحسن الأمر غرض النصح والإرشاد وقد يكون أيضاً الغرض البلاغي من الأمر هو التعجيز يقول الله سبحانه وتعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا فهنا أسمع بي على وذن أفعل بي وأبصر هنا أيضاً الغرض منهم التعجب يبقى إذن هذه الإسلوب لإنشاء الأول شيء الأمر وعرفنا كيف يأتي الأمر وما الغرض البلاغي من الأمر مثل الدعاء والالتماس والتمني والتعجيز والنصح والإرشاد والتعجب ما هو جمال الأمر البلاغي؟ نقول أنه فيه مشاركة تثير الانتباه ويعطي الكلام قوة وحيوية هذا بالنسبة لإسلوب الأمر نروح إلى إسلوب ثاني من السليب الإنشائية وهو إسلوب النهي ما معنى النهي؟ هو طلب ترك الفعل لكنا الأمر أنك تعمل الفعل لكن النهي طلب ترك الفعل على وجه الاستعلاء أيضاً إنسان ينهاك أخيك الأكبر أو رئيسك أو الله سبحانه وتعالى طبعاً في المقام الأول أمك أبوك أستاذك سوء آسف يعني ما هي أدوات الأمر أو النهي؟ أدوات النهي؟ هو لا أول شيء النهي بيأتي بلا والفعل مثلاً لا تكذب لا تشرب الخمر لا تدخن فهذه نواهي أغراض النهي البلاغية ما هو الغرض؟ فهنا تتشابه مع الأمر الغرض قد يكون الدعاء أيضاً وهنا في نهي ولكن الغرض من الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يبه هنا لا تؤاخذنا هنا أسلوب نهي ما الغرض هنا نحن ننهي؟ هنا نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يسامحنا الدعاء ثانياً الالتماس أن تلتمس أيضاً وتطلب يقول الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا موسي يبنأ أم أو سيدنا أخيه أرون يبنأ أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي فهنا كلمة لا تأخذ بلحيتي هرون عندما أتى موسى ونعرف هذه القصة فوجد بني إسرائيل قد غيره فموسى غضب وأمسك بلحيتي أخيه ورأسه فقال له لا تأخذ بلحيتي وهذا نهي الغرض منه الالتماس قد يكون النهي أيضاً غرض النصح والإرشاد يقول الله سبحانه وتعالى مخاطباً مؤمنين يا أيها الذين من لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم لا تسألوا هنا الغرض من النهي أن ينصحهم ويرشدهم الله سبحانه وتعالى قد يكون أيضاً النهي غرض منه التمني التمني بتنهي عن شيء وتتمنى أنه يزول يقول الشاعر عيني جودة ولا تجمدة ألا تبكيان لصخر الندى طبعاً هذه الخنساء ترثي أو ترثي أخيها صخر وتترطب من عينيها أن يعني تجود بالدم ولا تجمد فكلمة لا تجمدة اسلوب نهي الغرض منه التمني وألا تبكيان أيضاً لا تبكيان والغرض الآخر هو التحصر يعني واحد بيتحصر ويزعل لا تطعماني أنياب الملام على هذا العفار فإني مهبط العجب يعني بيتحصر بقولهم يعني لا تطعماني نهي هنا غرض التحصر قد يكون أيضاً التوبيخ طبعاً التهزير وزي ما نقوله كده والاستهزاء والتوبيخ قال الله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون يتكلم عن اليهود وأنهم لا تلبسوا الحق بالباطل ما تدخلوش الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون الحق ولكنكم يعني تكتموا الحق وهنا الغرض من ولا تلبسوا هنا التوبيخ وقول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه لا تنهى هنا أسلوب نهي الغرض منه التوبيخ بيوبغ إنسان أنه يفعل شيء يعني يأمر الناس بفعل شيء معين أو ينهاهم عن فعل شيء معين وهو يفعل هذا الأمر يعني لا تكذبه وهو يكذب فهنا التوبيخ الغرض السابع التحقير التحقير والتقليل من الشأن هو الغرض السابع من الأغراض النهي يقول دعي المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك الطاعم فإنك الطاعم الكاسي هنا بيحقر من شأنه يقولوا أنت دعي المكارم لا ترحل لا ترحل هنا أسلوب نهي الغرض منه التحقير هذا عن أسلوبي الإنشاء الأسلوب الأول الأمر والأسلوب الثاني النهي وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسوا الاشتراك في القناة